من الصعب جدا أن نعبر عن الظلم الاستبداد انتهاك الحرمات والأعراف بالكوميديا والفكاهة أشكل بكمات مصرحية استطاعت أن تصور كل هذه المتاهات بلغة مصرحية بسيطة وأداء عفوي أوصل الرسالة بأحسن صورة الموضوع يترق إلى المستعمر الأمريكي إلى بغداد حرب العراقية في الأصل هذا هو الفكرة الأساسية ونطلقنا من نول للحديث عن كل هذه النكبات التي يعيشها العالم العربي هدفه الوحيد هو أن يبيع أكثر السلح على حساب الأبرياء وعلى حساب الأطفال أشكل بكمات حتى التأهل لنا كان له صداء لأنه العمل الذي يتكلم على نفسه المشاركة لنا في مهرجان الوطني للمسرح المحترف هو دائما شارف لنا لأننا لسنا بمسرح جيهوي أو مصرح وطني ولكننا جمعية كما نقول الجمعية بظروفها بإمكانياتها أنها تدخل في مهرجان وتنافس كما نقولون تنافس مسارح جيهوية بظروفها وإمكانياتها هذا رح يكون شرف كبير لنا طريقة معالجة الموضوع كانت مليئة بالمواقف الظريفة قد تصل إلى حد العبثية وبأسلوب فكهي بعيد عن التصنع والمبالغة دورتها هو الحافيد اللي في الجيل الجديد مع عايش مع جدو اللي كان ينتامي للإستعمار القادم وجديد ويعرف على ببريل الانفازيون هذي ومتشوفه في المسرحية كين كما نقول وحنا دي شاميري أنطر للجد والحافيد السما الحاجة المهمة أنه هما لازم يخرجوا الإستعمار لا لا هما يبقوا غير مع بعضهم يثنانك شو الإستعمار حتى يخلص كل شيء دي كلش باش فلافان يفيق الحافيد انا نلعب دور جينيرال صدير اللي يقود الجيش اللي يجي يدخل دارتع الشيخ وحافيده هم ناس فقارة بوسطة بوسطة في كلش في أفكارهم في معاملتهم انا نجي نحوس نهدم كينو هد العلاقة جميلة جدا وحنونة جدا بين الجد والحافيد لأنه الجد بخبرته عاش مرحلة تاستعمار وفقد بلو اللي هو بابه تا الحافيد هذا وتقنى بللي أنا هو مصيرك مصرحية أشكل بكمات لجمعية البليري القسنطينية إبداع جسد واقع العالم العربي الذي تتخلله التجاوزات والانتهاكات وويلات الاستعمار والاستبداد مشاهد ترجمت على خشبة محي الدين باشترزي